في إنجاز دولي جديد التي نظمتها الكلية الملكية البريطانية ساند هيرست بمشاركة 19 فريقا على مستوى العالم وبهذه المناسبة أشاد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بدعم ورعاية معالي وزير الداخلية والذي كان له الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الدولي منوها في الوقت ذاته بمتبعة سعادة رئيس الأمن العام كما أعرب عن تهانيه لأعضاء الفريق مثمنا مشاركتهم بكامل الجهزية والاستعداد وما أبدوه من عزيمة وإرادة صلبة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم بفضل ما قدموه من أداء متميز والتزامهم بمعايير الانضباط والعمل الجاد مشيرا إلى أن الأكاديمية ومن منطلق دورها العلمي والتدريبي أولت اهتماما خاصا لعملية تدريب الفريق منذ بداية مشاركته في البطولة تضمنت تزويد أعضاء الفريق بكل الإمكانيات المؤهلة للحصول على المراكز رفيعة في البطولة الدولية ترجمة نانسي قنقر